وزارة التنمية محلية شغالة في قطاع بتاع حياة كريمة في الريف والقرى احنا كسندوق الجزء التالت بقى اللي هو شغالين الحضر المدن شغالين في المدن بنطور المدن مسؤولين عن تطوير وتنمية المدن قائمة تلت اتجاهات يعني هنا مثلا السورة ده الاسكان البديل ده اسكان بديل اه وعلى فكرة مشكلتنا كبيرة اوي كل ما نعمل مشروع ويطلع الشيك اوي حلو اوي قمة الاشعاعات بتطلع ده هيستخسروا فينا ده هيدول ده مش هيسكنونا هنا مش هسكنونا هنا يعني مثلا هنا الناس اللي سكنة دول برضو انتقلوا من عشوائيات وسكنوا هنا ده مشروع حداء اكتوبر اللي سكن فيه الناس اللي كانوا في نازل السمان سن العجوز ده حداء اكتوبر حداء اكتوبر اه الناس 2500 أسرة وسكنين فيه دلوقتي وحاجة بديعة حيانشين حياة كاملة يعني حياة كاملة عشان بس بتطلع بعض ايشان حكي مثلا أبراج ما سبيروا لجنبنا دلوقتي هليني هيرجع فيه الناس اللي بقى انتو هتسكنوا الناس أبراج ما سبيروا ايوه عشان الناس ما كانتش بتصدق هايسكولوا الناس كانت ودي مجرى العيون مثلا يعني الناس ما كانتش الناس ما كانتش مصدقة زي ما حضرتك قلت بقى مجرى العيون لك شايف انه هو بسيط وكان عايش يعني في حاجة صعبة وفاجأة بقى عنده شقه وبيت وخضرة وملعب فحاسس يعني ما عندوش أمن يقولك لا ده هيستغسروه فيه مجرى العيون هنا ده مشروع احنا فضينا للمكان كمكان صناعة للجلود والدباغة والحد كده ونقلنا الناس لما عملنا المصانع خيرناهم تحبوا تروح فيه قالوا احنا اقرب ما يكون من المصانع الجديدة بتاعتنا ان احنا مش هنسافر ليها فاشترينا لهم وحدات فتحول المشروع ده المشروع الاستثماري في المنطقة دي كبان شايفة كبان حتى العمارات مختلفة يعني مش كل المشروعات شكل واحد يعني هنا فيه شكل مختلف وده حاجة لطيفة ما هو هنا بقى موضوع مش اختلاف عشوائي كمان لا ده الاختلاف هنا احنا بنبني فين في قلب القاهرات التاريخية ايبا لان ده شكله تاريخي شكله اسلامي تنتم تديله احساس برضو زي رابل السيدة لما بنجي نشغل في حلايا بوشالتين اهالي حلايا بوشالتين ما بسكنوش في امارات بسكنو في البيت القابلي ده اللي هو الحواش والأوباب ده درجة احنا نشغل ايه هناك فعملنا الحوش وعملنا مبينينا عملنا حاجة في التصميم احنا ليجي نعمل خطة التنفيذ بنعمل خطة تشمل حياة الناس دي ايه سوقياتهم ايه غلطنا قلطة كبيرة جدا ان عاملين باب دورة المية جوه في الصلاة اللي جوه نيه طلع الناس دي لا يمكن يقعد في البيت وباب دورة المية يفتوحها الصلاة البيت الباب دورة المية يفتح الحوش اللي بره فانت هنا بتدرس عديته والتقاليد وهو الحبي احنا غلطنا في الحتة دي وعدلنا من نفسنا عدلتوها وده الشيء جايد برضو لانه مش كل الفئات شبه بعض ده مسلس مسبيرو مسبيرو ده العمل شغال عليه يعني احنا بنتابع معاك والناس بتنتقدنا تقول ايه الحائط الصد اللي انتوا عاملوه ده الحقيقة الناس تنتقدكوا جدا بس حقيقة ما يشوفوا بقى في الاخر يعني الحائط الصد ده المعمول عشان نعمل عدد الوحدات لأهلينا اللي عايز ترجع الفكرة هنا في مسلس مسبيرو ده وسط البلد الخدوية بس هنا العمارة خرجت الناس مش حاسة من الطابع الخدوية شوية عشان الارتفاعات كبيرة شوية الحاجات الخدوية مش كبيرة بس هو احنا مضطرين نعمل الارتفاعات دي عشان ترجع الأهلي عشان نرجع الأهلي ماحنا لازم نوفوا بوعدنا عندنا 915 أسر هتوصل 900 حاجة 2 أسر بعد التظلمات عشان ترجع الأهلي